مجلس النواب وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق والأخوة والصداقة مع دول العالم وإبراز المكانة الرائدة لمملكة البحرين إقليميا ودوليا وفق منهجية دبلوماسية رصينة متزنة وما تحظى به من دعم من لدى عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الذي أمر بتخصيص يوم الرابع عشر من يناير من كل عام للاحتفاء بيوم الدبلوماسية البحرينية تقديرا من جلالته لدور الكوادر الدبلوماسية الوطنية وإسهامتها مؤكدا دعمه للدبلوماسية البحرينية والتكامل والتنسيق والتعاون الفاعل عبر الدبلوماسية البرلمانية